هنروح للرماية والرماية بتعمل عظمة يعني عندنا لعيبة تأهله لبطولة عالم او تجهزوا خلاص لعب وخدوا بطولة عالم دهب وراحوا على تأهله لباريس عشرين اربعة وعشرين وهذا اللعب هو عزمي محلبة عزمي محلبة يتوج بفضية كأس العالم للرماية بالمغرب طبعا بعد ما خدت دهبية بتعبطة العالم السابقة ولتأهل بها لباريس عشرين اربعة وعشرين عزمي محلبة لعب منتخب المصر للرماية ودي صورته شاب صغير لسه توجب المدينية الفضية في منافسات فردي الاسكيت في كأس العالم للرماية والتي تلعبت في العاصمة المغربية الرباط في الفترة من 11-24 يناير اللي احنا فيه عزمي جي في المركز الثاني بفرق طبق وحيد عن بطل يونان واللي فاز بالدهب عزمي كان حقق 37 طبق من اصل 40 طبق طبعا تم اطلاقهم اما اليوناني فكان اصاب 38 طبق فرق طبق واحد من اصل 40 في حين فاز بطل ايطاليا بالمركز الثالث بعد ما حقق 27 طبق وشايفين فرق الده الملكان 237 الثالث 27 طبق فمحلبة في حتة تانية ربنا يكرمك يا ابني وربنا يوفقك تجيب مديلية في الاولمبياد خلاص بطوط علم انت جبت لنا دهب وجبت لنا فضة ربنا يكرمك وتعمل اعجاز وانجاز في باريس 20-24 عزمي كانت اهل للنهاية بعد فوزه بالمركز الاول في التصفيات بعد ما اصاب 124 طبق من 125 انا مجد مش مصدق الا ما اسمعه انا كنت بتفرج على الحاجات دي زمان في التلفزيون انا صغير واقول اللعبة دي ما عندي ناس زي اهل ايه عارفين اللعبة الطبق اللي بتضرب طبق احمر كده بتضرب في الجو وانت بتروح بالبندية الخرطوش بتاعتك بتروح ضرب عليه موقعه طبعا اه اه كنت بتفرج على على ده زمان كان ممكن يضرب قدامه 5-6 طبق وارا بعد يجيبهم النهاردة احنا بنتكلم عزمي بحلبة 125 طبق اتضربه وقع 124 فاتأهل للدور النهائي اتضرب 40 طبق وقع 37 خد فضة الدهب وقع 38 احنا بنتكلم النهاردة في اعجاز بصراحة وزا ما قلت لحضراتكم في بداية الخبر عزمي هو اول مصر يضمن اول مصري في كل الالعاب ضمن التأهل لأولمبياد باريس 20-24 وطبعا كان بعفاز بطولة العالم بزهبيت بطولة العالم اللي كانت في كرواتي اللي بياخد دهب بيروح على طول على أولمبياد زي بطل يونان كسف في دهب هيروح على طول على أولمبياد باريس 20-24 يا جماعة انا بتكلم بأمانة في حاجة يعني جميلة جدا لانه خلي بالكم الطبق لما بتضرب بيبقى فيه اتجاه ريح وهوى وبيتغير كل شوية عايز تركيز علي جدا عايزة يعني تركيز يعني مايكرو ساكن ان انت بتضرب الطلقة امتى في وقت تصيب الهدف لا الرماء من الالعاب الحقيقة اللي عاملة انجازات كبيرة ومن الاتحادات اللي احنا بنحقيها الحقيقة على انجازاتها وعلى شغلها وعلى اعدادها للاعبينها صراحة اتمنى كل الاتحادات يعني تغير من بعض وفي الاخر هكون مصر هي المشتفيد طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده ومصر تحصل 19 ميدالية في البطولة العربية للسلاح بالبحرية برضو السلاح من العاب اللي مش محتاجة اتكلم عنها يعني السلاحنا كل يعني حلقة عندنا خبر من كتر الاعداد ومن كتر الانجاز والاعجاز اللي بيعملوه اللي مش محتاجة